السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحيين البنت على Excel PT for Pivot Tables Video PT 08 وهنتكلم على Visualization and Presentation أو العرض والتصوير وهنتعرض في الفيديو ده للمخطط المحوري أو Pivot Chart والمقسم العرض اللي هو السلايسر والجدول الزمني أو اللي بيسموه Timeline وحنستعمل كل الحاجات دي مع بعض عشان نعمل لوحة معلومات أو بيسموها Dashboard الفيديو ده متقسم لأربع أقسام أول حاجة حنشوف لو احنا قرردي عندنا Pivot Table أو الجدول محوري إزاي عن طريقه ممكن أعمل Pivot Chart أو مخطط محوري بعد كده إزاي أعمل تنسيق أو Formatting للPivot Chart الجزء الثاني لو أنا ما عنديش أصلا Pivot Table هل أقدر أعمل من الData Set بتاعتي Pivot Chart أو مخطط محوري إزاي كمان ممكن أنشئ نموذج أو Template أقدر أستخدمه بعد كده في أي Pivot Chart وإزاي ممكن أستعمله مرة تانية الحاجة الثالثة هنشوف إزاي نعمل مقسم للعرض اللي هو السلايسر أو نعمل Timeline اللي هو المخطط الزمني آخر حاجة الحاجات اللي عملناها في الأقسام واحد واثنين وثلاثة إزاي نجمعها مع بعض ونعمل بيها Interactive Dashboard أو لوحة معلومات تفاعلية وعشان الفيديو ده طويل نسبيا فهتلاقي تحت الفيديو في الـ Description هتلاقي حاجة اسمها Time Stamp هتلاقي أربع أقسام لو استعملت Time Stamp ده ممكن تروح مباشرة للجزء اللي انت عايز تفرج عليه اللي هم الأجزاء واحد واثنين وثلاثة واربعة كمان لو انت لسه ما استوقش في القناة ممكن تستعمل زر subscribe وكمان تستعمل البل ايكون او تفعل الجرس علشان يجيلك notification بالفيديوهات الجاية ولو عايز تتابع معايا وانت بتفرج على الفيديو او لو عايز تتدرب بعد ما تتفرج على الفيديو لو نزلت برضو في الـ Description هتلاقي لنك ممكن تستعمله علشان تعمل download للاكسل فايل في الاكسل شيت دي معانا المبيعات اليومية لتريبل اي بايك شاب لسنة 2016 وجاية في 14 كولم بتبدأ من الـ Date ومعانا كمان الـ Product والكاتيجري والشانل والساجمنت وحبة معلومات اخرى عندك الـ Prices والـ Quantity وعندك الـ Net Sales والـ Commission 14 كولم ويحجم الـ Data حوالي 68 او 69 ألف وانا اراد حولتها لـ Table ولو روحت على Table Design انا مسميه Daily Sales مش كده وبس عشان نبدأ بسرعة لو روحت على Pivot Chart From Pivot Table هتلاقييني عملت Pivot Table صغير لصافي المبيعات والكميات المباعة متقسم بالـ Segment اللي هما Business و Consumer وتحت السجمنت هتلاقي المبيعات بالـ Category وعملت فلتر صغير خرجت البايكس ومن هنا اقدر على طول اعمل Pivot Chart وده اول حاجة هنشوفها النهاردة Create Pivot Chart او إنشاء مخطط محوري وانا واقف على أي سل جوه الـ Pivot Table اقدر اروح على Insert على Tool وحلاقي من Insert Tab هنا حلاقي حاجة اسمها Pivot Chart ممكن استخدمها كمان من Pivot Table Analyze هنلاقي برضو في Tools حاجة اسمها Pivot Chart أيهما ها يدي لك نفس النتيجة خلينا ندوس عليها على Tool هيفتح لك على Tool Dialog Box عشان يسألك انت عايز Pivot Chart عامل ازاي انا هاختار القرم وحدوس على أوكي على Tool هتلاقيه بينشئ على طول Pivot Chart زي ما انت شايف هتلاقي عندك هنا Segments Business اللي هي موجودة هنا و Consumer ومتقسمة بالـ Components وهتلاقي في Legend عندك الأزرق بيديك Quantity ودون البرتقاني ده بيدي لك Net Sales مختلف ايه عن التشارت العادي هتلاقي الزراير اللي موجودة هنا دي في Quantity و Net Sales ده معناها ال Values اللي انت بتستعملها وهتلاقي هنا كلمة Values موجودة في Legend دول مش Interactive يعني لو دست عليهم ده مجرد Label لكن لو جيت هنا هتلاقي Plus و Minus دي ممكن تستعملها دي Interactive دي بالزبط زي Plus وال Minus اللي موجودة هنا يعني انت هنا لو دست على الزرار اللي جنب البزنس البطن اللي جنب بزنس ده هتلاقيه بيكولابس الكاتيجري ده وده حيحصل جوه ال Pivot Table وكمان حيحصل جوه ال Pivot Chart دي ما انت شايف بقى البزنس كله في كولم واحد وي الكونسيومر هو المفتوح لو استعملتها من هنا يعني لو وقفت هنا وعملت Expand أو كولابس هتلاقيها بتشتغل بنفس الطريقة كمان لو جيت هنا هتلاقي Segment و الكاتيجري ممكن تستعملهم عشان تعمل Filtration يعني ممكن هنا اختار البزنس بس فهتلاقي كل الدنيا هنا اتحولت الى Business في الشارت ده كاتيجري ممكن برضو استخدم الكاتيجري ممكن ارجع البايكس اللي انا كنت شايلها قبل كده فهتلاقي هنا بقى فيه اربعة كاتيجري بدل مكانه ثلاثة فزي ما انت شايف اي اكشن بتعمله على ال Pivot Chart هو هو نفس ال Action بالزبط بيتم على ال Pivot Table انا كمان افضل انك تدي اسم ال Pivot Chart فانت لو افتع ال Pivot Chart في اي حتة ورحت على Pivot Chart Analyze هتلاقي اسمه با دفولت Chart 1 فخليني اسميه Net Sales Chart طيب بعد اما عرفنا نعمل ازاي Pivot Chart او مخطط محوري او رسم بياني محوري دلوقتي عايز اعرف ازاي ممكن اعمله فورماتين يعني انا الوقتي بتحكم فيه زي ما اتفقنا عن طريق ال Pivot Table نفسه او عن طريق ال Pivot Chart فانا فيه دوبليكيشن يعني مش محتاج كل الزراير دي كمان مخليا شكل ال Pivot Chart مش قد كده فانا اقدر اتحكم فيها بشكل زريف جدا خليني اختار ال Pivot Chart واروح على Pivot Chart Analyze واقدر ااجي من حتة هنا اللي اسمها Show and Hide لو دست على Field Buttons ودست عليها السهم اللي تحت ده هلاقي هنا كل ال Objects اللي موجودة على Pivot Chart انا هاختار Hide All هتلاقي كل الزراير دي اختفت كمان انا مش محتاج الكلام اللي مكتوب على Vertical Access فممكن اعمل اختار وعمل Right Click وقول له Format Access هيفتح لي Format Pane Format Access Pane من هنا خليني نقفل Feed List وروح على Access Options هنا واختار Labels وتعالى على Next Access دي واختارها وقول له لا None مش عايز اي حاجة تكون مكتوبة هنا كمان لو قفت على Legend ممكن من Green Plus اللي موجودة هنا واختار هنا Legend واختار السهم اللي على يمين ده واختار خليها في Top Grade Lines او الخطوط اللي بالعرض دي برضو انا مش محتاجها فهاختارها واعمل Delete هتتمسح على طول عايز بقى دلوقتي انا ما بقاش عندي حاجة توريني الارقام دي بتمثل ايه بالزبط بسيطة ممكن اقف عليها واعمل Right Click يعني اختار السيري بتاعة Net Sales واعمل Right Click واقول له Add Data Labels دي طريقة ممكن برضو وانا مختارها من Green Plus دي اللي موجودة على يمين هنا واقول له Add Data Labels حلاقي كتب لي الارقام موجودة فوق لو اخترتها ودست Control B هيخليها لي Bold اعمل نفس الكلام هنا اختار Quantity Series واعمل Right Click واقول له Add Data Labels هاجيب لي الارقام فوق اختارها واعمل Control B اللون البرتقاني ده انا برضو مش عجبني قوي ممكن اشوف حاجة Different شوية يعني نروح على Fill واختار لون تاني مختلف شوية وليكن اللون اللي شبه Pivot Table ده شوية بحيث ان انا بعد كده لما استعملهم مع بعض تبقى الارقام قريبة ممكن كمان اللون ده اخليه بالازرق فممكن برضو منهم اروح على المكان العادي اللي بختار منه الوان الفونت واختار مثلا Let's say ازرق غامق شوية فكده بقيت فاهم ان الازرق ده يخص الكالر البار ده والاسود يخص البار ده لو انت شايف الكتابة دي مش باين قوي ممكن اختار الاحسز اللي تحت ده الهريزونتل اكسز واختار منهم بولد او كنترول بي هديك نفس النتيجة اعتقد كده البيوت شارت بقى شكله معقول جدا طيب افترض ان انا بادئ وانا ما عنديش اصلا وعايز اعمل مخطط محواري طب ازاي ممكن اعمل كده هروح على الديتا سات نفسها وهروح على انسرت وحتلاقي عندك هنا في المكان بتاع الشارت ده هتلاقي اسمها بي اختار اي سال جوه الديتا او الرينج بتاع الديتا فلو دوست على بي هيرف لوحده ان انا اختار اي سابعة واقول اوكي هتلاقي بكريات اوتوماتيك حاكتين مع بعض بيفوت شارت زي ما انت شايف وكمان بيفوت تيبل اشتغلوا مع بعض بيفوت تيبل نومبر وان ده انا ممكن اديله اسم فهختار اقف ايف اي حتة واروح على بيفوت تيبل ومن على الشمال هتديله اسم وليكن وده اللي انا هعمله في البيوت تيبل وادوس انتر نفس الكلام ممكن اعمله هنا اروح على بيفوت شارت واد اسم مشابه واقدر عادي جدا وانا مختار البيوت شارت حاليا هنا اسمها بيفوت شارت فيلد فيلد ولو اختار البيوت تيبل حاليا بقسمها بيفوت تيبل فيلد وفي الحالتين اقدر ابني شابها للي عملتها قبل كده فحاخد السيجمنت حاطها في الاكسس زي ما انت شايف اشتغلت على الاتنين ظهرت لي السيجمنت هنا وظهرت لي كمان التو سيجمنت بتوعي ظهرولي في الروز في البيوت تيبل تعال ناخد الكاتيجري ونحطها تحتيها هتلاقي نفس الكلام برضو اشتغلت معايا على التو اوبجيك تعال ناخد بعد كده الكميشن هتلاقي انا عندي عيس مه وحطها في الوز وزي ما اتعودنا هاختار اي سيل واعمل وقل نمبر فورمات وعايز ازود كمان الافريج برايس وتعال برضو نعمل فيلتر اوت للبيكس زي ما عملنا هناك فبقى عندي التو متشابهين جدا طيب دلوقتي انا عايز اعمل فورمات كما عملت هناك هل انا محتاج ارجع اعيد كل انا عملته قبل كده اعتقد لا انا ممكن اعمل حاجة قلطف من كده بكتير اقدر ارجع تاني على الشارت القديم واعلم عليه واعمل right click save as template حيفتح لي dialog box علشان اعمل saving ل template d وانبدا default chart one فانا اديها حاجة عشان نرجع لها pt zero eight وادوس save دلوقتي بقى عندي template متزبط على الشكل كل اللي عملته في الشكل ده بقى متسايف عندي template لو رحت على pivot chart directly واخترت pivot chart الجديد انا عملته رحت على design هتلاقي حاجة اسمها change type اطلع فوق حاجة templates هتلاقي template بتاعنا اللي احنا عملنا اخر واحد موجود هنا اختاره ودوس ok هتلاقي عملك template بتاعك بالزبط زي ما انت كنت مزبطه في المرة اللي فاتت طب دلوقتي زي ما انت شايف bar بتاع price بقى صغير قوي لان commission اكبر بكتير من price فده محتاج ان انا اعمل تعديل على template مفيش مشكلة روح على change chart type مرة تانية وحنزل تحت خالص اختار combo وزي ما انت شايف هو by default عمل client chart وclustered column كمان هاختار حاجة اسمها secondary access يعني اقدر اخلي شكل النسب بتاع الارقام اللي موجودة على chart متناسبة فهاختار secondary access لوحده زبط نفسه زي ما انت شايف هنا وادوس اوكي وانا مش محتاج اللي موجودة هنا فهاختار ها ممكن نقفل ده دلوقتي وعمل right click وقوله format access وحروح في نفس المكان تاني في labels وقوله none مش محتاج هنا الحاجات المتدخلة ممكن اختار ها لوحدها وحركها بإداية مني والشوية علشان يبعدهم عن بعض اعتقد كده الشكل العام بقى كويس ممكن كمان اختار اللاين ده وروح زي ما تشايف هنا غير لي بقى format data series وروح على الحتة اللي فيها ال line color واختار زي ما كنا عاملين هناك مثلا dark blue ويبقى كده عندي chart التاني جاهز ويت carry معا زي ما انت شايف pivot table مع pivot chart طيب الحاجة اللي بعد كده لو انا محتاج ان اعمل filtration لبعض data الموجودة هنا افرد مثلا انا اتفرج على النفس table بس by region انا عندي معلومة الريجن موجودة في pivot table لو خدت او اضع في filter area كما كنا عملنا قبل كده حلاقي كل الريجن بتاعتي ممكن اختار اي واحدة منهم اسمها slicer او مقسم العرض زي ما اتفقنا فتعال ناخد تاني الريجن دي ونطلعها برا عشان اعمل slicer من pivot table او من pivot chart عندي اكتر من option اما انا اوقف جوة pivot table اروح على pivot table analyze واروح على الحتة تاعت filter دي واختار insert slicer وساعتها هيجيب لي كل الفيلد ويقول لي عايز slicer فين لو انت مش عايز توجع دماغك وتدور في الليست الطويلة دي ممكن تروح على pivot table list على طول واختار الريجن وقف عليها وعمل right click وقوله add slicer هعمل لي على طول slicer بالريجن تعال ناخده على يمين شوية هنا وزي ما انت شايف هقدر اختار الريجن اللي انا عايزها pivot table بيتغير والpivot chart كمان بيتغير اقدر افك الفيلتر من هنا واقدر عمل resizing وفيه كمان options كتيرة هنشوفها وإحنا شغالين طيب دلوقتي احنا زي ما شفنا انا عندي الديتا بتاعة سنة 2016 اللي كنا واخدينها من الديتا اللي هنا افر انت عايز تعمل update الديتا بتاعة سنة 2017 موجودة في table تاني كل اللي هعمله ان انا اختار cell number 2 يعني اول cell على الشمال اول كلم على الشمال ولكن تاني row من تحت الheaders وادوس على shift وcontrol مع بعض سهم لتحت عشان اختار لحد الاخر وسهم مين عشان اختار لحد الاخر وcontrol c وهروح على sheet بتاعة actual 2016 وانزل تحت خالص واقف على اول cell فاضيع على الشمال خالص على اول column على الشمال واعمل ctrl v هتلاقي الtable بتاعك بيتمدد والديتا بتاعتك كلها بتخش ومما ان ال pivot tables اللي انا عاملها معمولة على ال table شخصيا فلو عملت refresh انا اقف على اي cell وright click واقول refresh او استعملت shortcut alt f5 هتلاقي الديتا الجديدة عمل لها update ولو جيت هنا تحت خالص وخدت years وحطت ها في rose مثلا هنا فحلاقي عندي سنة 2016 وحلاقي عندي 2017 وزي ما انت شايف ده reflected في pivot chart تعال ناخد years برا عشان نرجع على الشكل القديم المرة دي بدل ما انا كنت اعمل slicer عشان اقلب في الريجنز انا عايز اعمل حاجة اسمها timeline علشان اقلب في الزمن الزمن ده الايام الشهور السنين اي حاجة انت عايزها ازاي insert timeline بالظبط زي ما عملنا في slicer هاختار اي sel جوه pivot table ممكن اروح على pivot table analyze وحلاقي حاجة اسمها في filter حاجة اسمها insert timeline او نفس الكلام اروح على date في pivot table list وقل add as a timeline حي carry اوضيط جديد زي ما انت شايف على field اسمه date اللي موجود هنا تعال ناخده وننزل به تحت chart وزي ما انت شايف في كذا حاجة لازم نبص عليها جوه timeline ده اول حاجة في scroll bar هنا اقدر اجيب جانوري ال pivot chart وال pivot table حيبقى كلهم بصين على january لو استعملت السهم كده وعملت dragging ممكن اختار 3 شهور مع بعض وكتب لك q1 2016 هنا بيظهر selection بتاعك ال label بتاع selection بتاعك فهنا بقى تمثل 3 شهور او quarter one لو انت عايز view كله يقلب quarters هدوس على month هنا وممكن اختار quarters فانا كده بقيت basis على quarters ممكن اختار السنة كلها ممكن اختار 3 quarters ممكن اعمل اللي انا عايزه ممكن اخلي كمان view بال days يعني لو اختار days هنا ممكن اختار يوم 1 january 2016 زي ما انت شايف كل حاجة عندك اليوم 1 وممكن اختار years بقى عندي 3 سنين 16 16 و17 موجودين وممكن احط السنتين مع بعض فحتلاقي هنا الابل من 2016 ل2017 وانا مختار timeline اقدر اعمل شوية تنسيق formatting لو انا مختاره هنا هتلاقي هنا في ريبن اسمه timeline مفتوح طبعا لو انت شلت منع على timeline مش هتلاقي موجود فلازم تختار timeline وحتلاقي حبة حاجات ممكن تعملها ممكن تغير في height ممكن تغير في width ممكن تختار style اللي انت عايزه في اشكال والوان ready made ممكن تعمل new style واحنا شوفنا زي ممكن نعمل كده في pivot table واعتقد ان هو مش فارق كتير ممكن تجرب ها بنفسك ممكن كمان اشير الheader يعني date دي معروف انه date فخلاص شلت الheader مش محتاجه ممكن اشير scroll bar ممكن اعمل resize زي ما احنا قلنا بقدينا فكده بقى انا مش موجود عندي scroll bar لكن عندي time level او ممكن اشيره بس انا بفضل اخليه وعندي selection label اللي هو هنا كان موجود هنا عشان اعرف انا مختار ايه بالزبط انا بفضل اخلي الاثنين دول at least عشان اقدر اولا اغير الليفل لو انا حبيت ثانيا اشوف انا مختار ايه بالزبط اعتقد كده شكل مش بطال ومناسب بعد ما شفنا ازاي ممكن نعمل pivot chart وازاي ممكن نعمل slicer timeline ازاي ممكن نحط كل دول مع بعض وعمل dashboard very nice and interactive هروح على الشيط الاسم dashboard وان مجهز title a bikes net sales and commission وناخد الobjects ونحط ها في dashboard ده فحبدأ هنا بالpivot table هختار كله اللي كان في net sales والquantity ctrl x واروح على dashboard وحسيب مسافة او one line فاضي بعد الانوان وcontrol v هروح على الشيت التانية الpivot table التاني هختار كله وcontrol x واروح على dashboard وحسيب one line بعد الخط الفاصل اللي في النص وعمل control v بقى عندي الاثنين pivot table موجودين مع بعض هرجى على الشيت الاولانية اخذ التشارت الاولاني control x واروح على dashboard والزق على طول في الpivot table الاولاني وcontrol v زي ما انت شايف محتاج اعمل شوية resizing هاخد ده فوق شوية وصغار وحبة عشان يقف هنا فبقى عندي اول pivot table وعندي pivot chart بتاعه تعال نروح ناخد pivot chart التاني control x وارجع على dashboard control v عايز اخد controls بتاعتي او visual بتاعتي والحاجة هاخد slicer control x واروح على dashboard واجي في الحتة دي وعمل control v وبرضو نفس الكلام هعمل resize عشان يزبط هنا بس خد بالك انا مش قادر ازبط ه قوي على grade line زي ما انت شايف ففي حاجة لطيفة جدا لو اخترت slicer من slicer ribbon هنا في حاجة اسمها snap to اول ما هاخترها اي resizing هعمله هيزبط لو هزبط الواحده هتلاقيه بيزبط على طول مع grade اعمل resize اخليه بالزبط على grade m15 واسحبه لغاية تحت خالص كده لغاية ما يوصل عند m36 وطبعا كده بقى فيه عندك حتة كبيرة فاضية شكلها مش لطيف وكلمة region ما بقتش بين طب ممكن نعمل ايه هاختار برضو slicer واختار slicer ribbon واول حاجة هعملها هعايز اكبر height بتاع buttons فمن section بتاع buttons هاختار heights وكبر هنا لحد ما وصل ل6 كده بقت مظبوطة بالزبط شايف الشكل هو بقى مظبوط بالزبط الheader ده انا مش عايزه هاختار تاني واروح على slicer المرة دي من slicer option وحقول display header uncheck وقول اوكي فكده مبقتش انا عارف دول regions اشترك حد يكتب لي فوق كلمة regions طيب تعال كده نختار Alex حلاقي ان تحت بيشتغل معك كويس قوي لكن فوق الجزء الاولاني ده مانوش دعوة بال slicer خالص وانا عايز كله يشتغل مع بعضه طيب اعمل ايه اختار تاني slicer واروح على slicer ribbon واروح على حاجة اسمها report connections ندوس اوكي كده خلاص الفلتر بقى شغال او slicer بقى شغال على كل حاجة لو عايز اشير الفلتر اعمل right click وclear filter from region خد بالك عمالي resize كل شوية ال pivot table ده والpivot table ده كلما بعمل refresh فبالتالي عشان اصبت الدنيا هاختار ال pivot table واروح على pivot table analyze واروح على option وهعمل uncheck على auto fit اي تغيير هعمله مش هيرفلكت معايا هنا فاضل اروح اجيب timeline هاختار timeline ctrl x to cut واروح على dashboard واروح فوق خالص وانا لازق في العنوان ctrl v وحزبط الدنيا تاني كده ال interactive dashboard بتاعك خلصان فاضل عشان بس الشكل العام بقى كويس اقدر اروح على view وعلى grade lines واعمل uncheck وعلى formula bar uncheck وعلى headings uncheck وكمان ادوس على ده عشان اعمل collapse للمينيوز اللي فوق زي ما انت شايف بقى عندك ال interactive dashboard اخر حاجة timeline نفس الكلام بيشتغل مع الجزء التحتاني بس هاختاره برضو فوق من الheader ومن timeline اروح على report connection وcheck ال net sales دلوقتي بقى شغال معايا على report كله زي ما interactive شكله جميل وبيلخص كل معلومات اللي انت محتاجها عن net sales والcommission والprices شكرا لوقتكو بكده نكون وصلنا لاخر الفيديو ارجو يكونوا استفدتوا وشركوا في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته